اشتركوا في القناة سرابة حلت في المركز الاول عبيد بن محمد الوهيبي انجزت انجاز في هذه الانطلاقة وفازت بناموسي هذا الشوط وتهدي الناموس لهالي السلطنة مع انطلاقة شوط المهجنات الاصعيل عما شوطنا الثالث ذهب مع شاهين مشاهدين الكرام لمالك احمد بن محمد بن بخيت المنصوري حمل التحية كذلك لهالي الظافرة للمرة الثانية في انطلاقات الصباح بسبع دقائق ستراتين ثانية ثلاثة اجزاء من الثالث تهانين وناموس على هذا الفوز ونقطتين تسجل لهالي الظافرة في هذا الصباح الشوط الرابع يأتي شغموم لمالك جوعد بن فهيد العجمي حيث حقق سبع دقائق 29 ثانية ثلاثة اجزاء من الثانية لسجل التوقيت الافضل والاجمل سلام وتحية على هذا الفوز والانتصار وسلام لها للمملكة سلام عما شوطنا الخامس تأتي جموح لمالك علي بن سعيد الزرعي معلنة بفوزها بن ناموس المحليات الأصائل سبع دقائق 42 ثانية وجزئين من الثانية سلام وتحية لها للسلطنة على هذا الفوز والانتصار الشوط السادس تصل العنود لمالكة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري محقق المركز الأول بسبع دقائق ستراتين ثانية وخمس اجزاء من الثانية تهانيناء والناموس الشوط السابع وصول من شاهين لمالكة سالم بن راشد العمري قطع المسابه سبع دقائق 35 ثانية تسع أجزاء من الثانية تهانيناء والناموس بينما الشوط الثامنية تيل عابر لمالكة أحمد بن هلال الحجري معلنة الفوز والانتصار بسبع دقائق 33 ثانية تسع أجزاء من الثانية تهانيناء والناموس على هذا الفوز والانتصار شوطنا مشاهدين الكرام التاسع حضرت من خلال نسايم لمالكة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري قطعت المسابه سبع دقائق 45 ثانية وسبعة أجزاء من الثاني أما الشوط العاشر تصل من خلال غازي محمد بن عتيق بن زيتون المهيري محقق نقطة أخرى وتنفس آخر في هذه الانطلاقات بتوقيت الزمنين مقدارة سبع دقائق 35 ثانية بالوفاء والتمام والكمال الشوط الحادي عشر وصلت من خلال التهاني لمالكة محمد بن سالم الوهيبي قطعت المسابه سبع دقائق 36 ثانية وفاء وتماما وكمالا تانيناء والناموس على هذا الفوز يا بنشطيط أما الشوط الثاني عشر يأتي البرنس لمالكة دكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري محققا الانتصار بناموسي هذا الشوط سلام للدكتور سلام وسبع دقائق سالة ثانية وخمس أجزاء من الثانية لراشد بن حمد بالزفنة العفاري شوطنا مشاهدين الكرام القادم هو العالمي سعيد بن خليفة بنشطيط العويسي سبع دقائق خمس ألاتين ثانية تسعة زامن الثانية وتوقيت الزمني تهانيناء والناموس وسلام إلى السلطن سلام بينما جميلة في شوط الانتاج الأول ذهبت بالناموس لحمد بن سعيد بن مهنة المحرمي قطعت المسافة سبع دقائق ثانية واربعين ثانية وجزءا وحيدا من الثانية الشوط الخامس عشر يكرر الانجاز شعار الدكتور راشد بن حمد بالزفنة العفاري بوحمدان حيث قطعت سلمة ناموس هذا الشوط بسبع دقائق ثمانية ثلاثين ثانية 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 والناموس وسلام لها للفوعة وسلام لها لمردف سلام بينما مشاهدين الكرام الشوط القادم ياتي مبعد لمحمد بن سليم بالسلمي العفاري قطع المسافة بسبع دقائق ثلاثين ثانية بالوفاء والتمام والكمال وسلام الى المصانع الجنوبية سلام بينما الشوط السابع عشر رياتي مغامر لمالك سالم بن أحمد برشيد السويدي سبع دقائق واحد ثلاثين ثانية ثلاثة اجزاء من الثانية وتوقيت الزمني تهانين وناموس الشوط الثامن عشر تأتي الجريان لمالك محمد بن علي بن مبخوت الجنيبي معلن الفوز بسبع دقائق 42 ثانية يزيني من الثانية تانين على هذا الفوز هو الانتصار بينما مشاهدين الكرام الشايبة حملة تحية والسلام في هذا الشوط لمالك غانب بن علي بن حمودة الظاهري رجل الاقتصاد بسبع دقائق و37 ثانية وجزئين من الثاني تانين رموس والتانية كذلك لمحمد بن غانب بن حمودة الظاهري على هذا الانتصار شوطنا القادم هو شوط خاص بالجعدان المحليات الأصائل و4 أجزاء من الثانية تانين على الفوز والانتصار الشوط الواحد والعشرين تأتي يأتي الطايف لمالك محمد بن عتيق بن زيتون المهيري 7 دقائق 32 ثانية 7 أجزاء من الثانية وتوقيت زمني ليحل بالمركز الأول ويسجل رابع النقاط الشوط الثاني والعشرين آخر الجولات تأتي شواهين لمالك هنبارة ابراهيم بن سعيد الغفيلي معلن للفوز بهذا الشوط ب7 دقائق 40 ثانية و8 أجزاء من الثانية تانين والنموس والسلام للسلطن السلام الشوط الثالث والعشرين تأتي قرار لمالك سلمان بالعبد العويسي أيضا تفوز والسلطن هنا على موعد مع السلامات ب7 دقائق 34 ثانية 6 أجزاء من الثانية تانين على هذا الفوز والانتصار الشوط الرابع والعشرين يأتي غازي لمالك كاسب بن سعيد بن مصبح المسافري معلن الفوز ب7 دقائق 32 ثانية و8 أجزاء من الثانية مع جعدان المحليات الأصائل أما شوط الختام يأتي هتان لمالك حارب بن خالد بن حارب بن حميد المهيري رعي دريبح منتزع عن الناموس ب7 دقائق 32 ثانية خمسا من الأجزاء من الثانية تانين والناموس وسلام إلى هالي الحوية سلام مع شعار راعي أدريبح في ختام الانطلاقات هكذا مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضة في كل مكان طبتم وطابة وقاتكم في لقاء الختام انطلاقاتي هذا اليوم ملخص مدارا من منافسة وتحدي في انطلاقات أشواطن الـ 25 في هذا الصباح الجميل إلى الان يحين وقت المسافة الواحدة والنصف من بعد ظهر هذا اليوم لكم الشكر الجزيل عن المتابعة من أستاذ عبدالله ودي أبو عدنان وطاقم العمل الفني لقناة دبي ريسينغ والنقل الخارجي هنا من المرموم ميدان الذكي إلى أن نلقاكم في الواحدة ونصف من شاهدين الكرام تقبل أجمل تحية من الجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة